قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق سامر ربيع إن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً نحو تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتطوير المجرى الملاحي للقناة ليتحقق في سنوات معدودة ما لم يتحقق من قبل على مدار تاريخ القناة أضاف ربيع أن الهيئة نفذت سلسلة من مشروعات التطوير العملاقة بداية من مشروع قناة السويس الجديدة مروراً بمشروع تطوير القطاع الجنوبي والجاري تنفيذه والذي سيتيح زيادة الطاقة الاستيعابية في القناة بمعدل ست سفن وزيادة عامل الأمان الملاحي في ذلك القطاع وقد جاء ذلك خلال ورشة عمل حول دعم مجال صناعة وإصلاح وبناء السفن والتي يستضيفها مركز المحاكاة والتدريب البحري بالإسماعيلية ويستمر لمدة يومين